هذا وشارك سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة في أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة الذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حيث شدد المؤتمر في ختام أعماله على أن تعاليم الدين الإسلامي والمواثيق والاتفاقيات الدولية تؤكد الدورة الجوهرية والأساسي للشباب والرياضة في تحقيق تنمية الدول والمجتمعات وأكد المشاركون على أهمية العمل من أجل تعزيز قدرات الشباب والنهوض بدورهم في التنمية لتوفير ظروف الاستقرار والتقدم والازدهار ومحاربة الأفكار المتطرفة والعنيفة بشتى أنواعها